السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنحن للتدريبات على الدرس الرابع نظام الحكم في بلدنا من الوحدة الاولى واحد اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد الاشراف على تنفيذ الخطة العامة للدولة من مهام نغط من مهام ايه من مهام الحكومة فالكتب هنا الحكومة رقم اثنين يتولى رئاسة الحكومة ويقابل منصبه منصب الوزير في مصر قديما هو نغط من رئيس الوزراء نكتب هنا رئيس الوزراء رقم ثلاثة تعتبر السلطة نغط سلطة مستقلة نقول نحن نتعتبر السلطة السلطة القضائية نكتب هنا القضائية سلطة مستقلة رقم اربعة الوزيفة الحالية المقابلة لوزيفة الملك قديما هي هي من رئيس الجمهورية فنكتب هنا رئيس الجمهورية رقم خمسة مجلس النواب هو المسؤول عن سن نغط عن سن القوانين نكتب هنا القوانين نكتب هنا القوانين في رقم ستة رقم ستة المسؤول عن إدارة التعليم وتطويره هو وزير هو وزير التربية والتعليم رقم اثنين اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مما يلم واحد عرفت مصر قديما وجود نظام سياسي سابت وقوي العبارة صواب في رقم اثنين يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الحكومة العبارة خطأ رقم ثلاثة يقابل منصب الملك قديما منصب رئيس الوزراء حاليا العبارة خطأ في رقم اربعة يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة العبارة خطأ في رقم خمسة ساعدة وجود نظام سياسي في مصر القديمة على بناء حضارة قوية استمرت لألاف السنين العبارة صواب رقم ستة للتشريع بأي قانون جديد لابد من موافقة سلس أعضاء مجلس النواب العبارة خطأ موافقة سلسي أعضاء مجلس النواب في رقم سبعة من مهام الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثيل مصر في المؤتمرات دوليا ومحليا العبارة صواب رقم تمانية كل أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم العبارة خطأ يتم انتخاب 95% وخمسة في المية يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية رقم ثلاثة اختار إجابة صحيحة مما بين القوسين واحد المسؤول عن مساعدة الملك في إدارة شؤون البلاد قديما هو الكاتب ولا الكاهن ولا الوزير ولا الرؤساء الإدارات المسؤول عن مساعدة الملك في إدارة شؤون البلاد قديما هو الوزير نختار الوزير في رقم اثنين حاكم البلاد في مصر القديمة كان يطلق عليه السلطان ورئيس الجمهورية ولا الملك والأمير كان يطلق عليه الملك في نختار الملك رقم ثلاثة يمثل نغة السلطة التشريعية في مصر هنا مدينة اختيارات مجلس النواب المجلس المحلي المجلس الحسبي مجلس الشيوخ يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في مصر فنختار مجلس النواب رقم اربعة السلطة المستقلة في مصر تمثلها نغة المتنوعة تمثلها المحاكم والوزارات ولا المستشفيات ولا المدارث لا تمثلها المحاكم المتنوعة تمثلها المحاكم المتنوعة في اختار المحاكم في رقم خمسة يتولى نغة رئاسة الحكومة في مصر حاليا هل الوزير والرئيس الجمهورية والرئيس الوزراء والقضاء يتولى يتولى مين يتولى رئيس الوزراء يتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة في مصر حاليا فنختار رئيس الوزراء رقم 4 صوب ما تحتاجه قط في ما يلي 1 يتولى الوزراء في مصر مهمة تمثلها في الداخل والخارج هنا حديثنا خط تحت الوزراء فنكتب مكانها رئيس الجمهورية رقم 2 يتولى الوزير رئاسة الحكومة المصرية في العصر الحالي حديثنا خط تحت الوزير نكتب مكانها رئيس الوزراء رقم 3 يمثل مجلس النواب السلطة التنفيذية حديثنا خط تحت التنفيذية نكتب مكانها السلطة التشريعية فنكتب مكانها التشريعية رقم 4 تعتبر السلطة التشريعية سلطة مستقلة حديثنا خط تحت التشريعية نكتب مكانها السلطة القضائية في رقم 5 يتشابه منصب الوزير في مصر قديما مع منصب رئيس الجمهورية حاليا حيث لقد تحت الوزير نكتب لها منصب مين منصب الملك يتشابه منصب الملك في مصر قديما مع منصب رئيس الجمهورية حاليا في السؤال رقم 5 بما تفسر كان الملك في مصر قديما يعين يعين وزيرا لهم إبا التفسير بتاعها ليعاونه في إدارة شؤون البلاد إبا يعاونه في إدارة شؤون البلاد في رقم 2 أهمية منصب رئيس الوزراء حيث يتولى رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها في رقم 3 أهمية وجود السلطة القضائية في الدولة إبا أهمية وجود السلطة القضائية في الدولة حيث تتولى إصدار الأحكام في ضوء القوانين ليسود العدل حيث تتولى إصدار الأحكام في ضوء القوانين ليسود العدل في رقم 4 كان لرؤساء الإدارات قديما دورا مهمة في الدولة فالسبب حيث كانوا يعاونون الوزير في أداء مهامه حيث كانوا يعاونون الوزير في أداء مهامه وبكذا كنا نصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وتنسوك الاشتراك في القناة وتفعيل جرس لكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر